هنا هروح لدكتور كريم عادل وأنا أرحب مرة أخرى بقدر ما أحب السياسة بقدر ما أنا من الناس المقترعة أنه السياسة يحركها أصلاً الاقتصاد يعني كل التوسعات الإمبريالية اللي حصلت على مرة تاريخ نشأة الإمبراطوريات كانت بغرض السيطرة على الموارد زمان مواد خام بعد شوية يبقى نسيطر كمان على الموارد البشري إلى آخره لكن هذا الاقتصاد يحرك بالتأكيد العلاقات ما بين الدول وبالتالي يحسن من جودة العلاقات السياسية لو صح التعبير العلاقات الاقتصادية المصرية التركية مستقبل هذه العلاقات خصوصاً بعد ما وصلنا إلى المياه الدافئة لو صح التعبير يعني إحنا اليوم بنشهد قمة وزيارة تاريخية هي بتعكس نجاح للسياسة الخارجية والدبلوماسية الاقتصادية المصرية نجاح لمجهودات الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة ونجاح وانتصار أيضاً للموقف المصري على مدار السنوات السابقة بعدم التدخل في الشؤون والشأن الداخلي وبعض الملفات الأخرى وبالتالي إذا نظرنا إلى النجاح في التنصيق السياسي سينعكس بصورة مباشرة على النجاح في التنصيق الاقتصادي والتجاري الدولة المصرية وأيضاً تركيا بيجمعهم مجموعة من نقاط القوة في المنطقة وفي الشرق الأوسط يمكن على مدار السنوات الأخيرة وجدنا تزايد وتنامي في معدلات التبادل التجاري بين البلدين دي نقطة مهمة جداً يمكن هي مؤشر لما هو قادم بعد عودة العلاقات الدافئة والمساعي بين الجانبين لتوضيط هذه العلاقات وإعادة مد جسور التواصل والتعاون والتوسع في مزيد من التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين يعني الحقيقة أن فرص العمل بين الجانبين يمكن تكون متكافأة المكاسب للجانبين من هذا التعاون الدولة المصرية بتمتلك العديد من الاتفاقيات مع دول أفريقيا والدول الأخرى ويمكن على رأسها طبعاً ومن ضمنها اليونان وكبروس وبالتالي ده ملف بيهم جداً الجانب التركي لأن التقارب من الجانب المصري في هذا الملف يمكن يحقق لتركيا العديد من المكاسب لأن تركيا بتستورد تقريباً حوالي 90% من احتياجاتها من الطاقة وبالتالي دخولها في التعاون مع الجانب المصري والاستفادة من شرق المتوسط والموارد الطاقة الموجودة فيه يمكن ده يلبي نسبة كبيرة من احتياجاتها خاصة في ظل التخوف من وجود أزمة عالمية في الطاقة يمكن الأمر الثاني أيضاً أن وجود استثمارات متبادلة بين الجانبين لازال مستمر ولازال قائم حتى في السنوات الأخيرة وجدنا استثمارات تركية بتصل لحوالي 2 مليار و 500 مليار مليون جنيه دولار دي طبعاً دي برضو نقطة مهمة جداً يمكن الفترة الجاية تشهد مزيد من الاستثمار في ظل وجود العديد من المزايا في الدولة المصرية سواء من توفر البنية الأساسية سواء توفر البنية التكنولوجية ودي بتهم الجانب التركي جداً لأنه بيرغب في الدخول في استثمارات خاصة بالآلات والمعدات والتكنولوجيا والسيارات هنجد أيضاً أن هناك فرصة كبيرة للاستثمار في العديد من الأمور داخل الدولة المصرية سواء برنامج التروحات الحكومية سواء وصيكة سياسة ملكية الدولة العديد من الفرص اللي بيبحث عنها المستثمرين الأطراق هي متوفرة في الدولة المصرية والسوق المصري حلو جداً